مرحبا برج الدلو هذا قراءتك العامة رح نلقي فيها نظرة على وضعك المالي الصحي الحياة العاطفية وأيضا أي أخبار متوقعة أو تنتظرها من المستقبل أول كرتين رح يكونون تبع الطاقة العامة للشهر أنت أتوقع أول برج تبتدي قراءته بطاقة الخاصة كرت النجمة وهو كرتك الخاص الخاص ببرجك يا برج الدلو وتحت الغصن الصغير وهي أيضا طاقة نارية وجود هاي الكرتين مع بعركة طاقة عامة موجودة فليني أفهم أنت يا برج الدلو مقبل على شيء كبير شفت حجم النجمة مع أنها جدا بعيدة ولكن حجمها كبير أمنية كبيرة رح إن شاء الله تتحقق لك في المستقبل بداية بوادرها رح تكون شيء ضخم رح يظهر للعيان بعد فترة هو حاليا يبين أنه نقطة في السماء ولكن بعد فترة رح يظل يكبر ويكبر لحد ما يصبح مثل الخبر المنتصر بين الناس والتاري يخبرك أن تكون حذر في استخدام طاقتك خلال هذا الشهر عندك الغصن الصغير يعني قاعد يقول لك في نفس الوقت لا تبدل كثير من المجهود في الأشياء الغير مهمة وكن حكيم في أي جوانب أنت قاعد تسخر طاقتك هل في الأشياء السلبية هل في مثلا الغيبة النميمة الأشياء الغير مضرحة في الكرمة والطاقة تبعك أو تستخدم كل طاقتك من أجل تحقيق أحلامك لأن في النهاية أنت عندك طاقة معينة تقدر تستخدمها أما تستخدمها للخير أو للشر تستخدمها تركز على الآخرين ما يفعلون في حياتهم أو تركز على نفسك بغض النظر عن الظروف الموجودة الحالية إذا أنت مرتاح معها أو لا لكن عندما تدرك أن أمنيتك موجودة رح تبتدي تشوفها كأنها رح تقيدك في نص الليل رح تبتدي تشوف أن جزء من أحلامك تبتدي يتحقق لما يصير هذا الشيء كن حذر في استخدام طاقتك في توجيه طاقتك دائما طاقة الناس من السهل أنها تصبح سلبية وتنقلب إلى طاقة دراما أو عنف أو أشياء سلبية في الحياة مثل أنك تتكلم عن الأشخاص تصير عندك الأنا تصير كبيرة وجود هذا تحت هذا الكرت كرت النجمة يخبرني أنه أحذر أيضا من الإيغو تبعك في الفترة القادمة لا تصبح كبير بسرعة في وقت قصير تدرج وخل طاقتك أيضا متدرجة دائما خليك متواضع مهما وصلت أو مهما ابتدت الأمور تبين بالنسبة لك أنها سهلة قابلة للتحقيق لا يأخذك الغرور لا تأخذك العجلة وخلك جدا حكيم ثابت يعني ثابت في الأرض طاقة الأرض موجودة عندك في باقي القراءة ومهمة بالنسبة لك على الصعيد المالي وضعك جدا مبشر أنت حاليا جدا مشغول عندك ثمان الخماسيات وعندك الخماسي الأول وهو أكبر خماسي ومعنات البدايات الجديدة حاليا وإنما تكون مشغول التار يخبرك أن من المفيد لك أن تركز فعلا فيما تعمل سواء كانت تجارة كان عمل هذا هو وقت الأمنيات بالنسبة لك هذا الشهر بداية الانتصارات القادمة فعندما تبسدي ركز مطلوب منك التركيز أنت كبرج هواء سهل بالنسبة لك أن تضيع في الاحتمالات في التخيلات في الأفكار دائما الهواء طاقة العقل دائما يخبرك التار وأنه بالعكس إعكس أو وجه طاقتك هنا يطلب منك التوجيه الصحيح كأنها يعني مثل سيارة أو سفينة عندك شيء كبير أمية كبيرة رح تتحقق لك قريبا فمهم جدا أن تحافظ على التوجه الصحيح عزلت القيادة مهمة جدا أن تحافظ عليها تكون قوية تكون قريبة من الأرض وإلا يأخذك الغرور مثل ما قلت لك ركز فيما تعمل حرفتك تجارتك عملك ولكن أيضا وجود ثمان الخماسيات بهاي الشكل يخبرني النوع فيما تعمل يعني إذا احتمال عندك وظيفة ولكن أنت قاعد تبحث عن مصدر دخل أفضل ابحث عن وظيفة أفضل ابدأ لك مشروع في نفس الوقت ابدأ لك هواية هواية صغيرة ممكن تحولها إلى شيء كبير مع الوقت ولكن هو شيء أنت شغوف فيه في عامل الشغف شيء صغير رح يتحول ويكبر لك وصير شيء كبير عن طريق هذا الشيء رح تتحقق عندك هذه الأمنية وأيضا أبدأ دائما ثمان الخماسيات هي طاقة الدقة في العمل أبدأ أعطي كل طاقتك القادمة في العمل لأن خلاص هذا بالنسبة لك تقريبا كأنها المرحلة ما قبل النهائية عسان توصل إلى الأشياء اللي في بالك وتحت الثمانية عندنا الواحد هذا الدرب اللي أنت عليه حاليا ماشي أو إذا كنت تفكر أن تمشي درب جديد من ناحية المهنية من ناحية الأعمال هذا الدرب جدا مكتوب للتوفيق دائما الواحد هو دائما يعتبر كأنه هدية من الله سبحانه وتعالى بداية جديدة مقدمة لك ولكن عن طريق السماء رح تفنح لك باب جديد كبير رح تربح الكثير في وقت قصير من الثمانية إلى الواحد الكثير رح مثل اللي يختصر الجهد تبع السنوات كامل في فترة قصيرة يعني احتمال أنك صار لك سبع سنوات تعاني أو تحاول أن تخلق لنفسك شيء من الرخاء شيء من النجاح رح يكون مثل الكابسولة شفت شلون الجرعة كلها مختصرة في كابسولة واحدة صغيرة ولكن أثرها كبير هذا بالضبط وضعك المالي هذا بالضبط وضعك اللي رح تمشي فيه على الصعيد المهني بغض النظر عن الأمور اللي انت قاعد تتوجه لها سواء تجارة أو وظيفة ثابتة هذه بالنسبة لك نعم إجابة موافقة على المدى الطويل فإذا أنت خايف أو أنت قاعد تقارن نفسك الآخرين نجحوا خلال فترة بسيطة أنت أعرف أن نجاحك مكتوب لك يكون بهذه الطريقة مضغوط نجاح كبسة رح يأتيك دفعة في مجال جديد رح كله يختصر لك هاي التعب اللي مريت في كل هالسنين في بداية مشرقة جديدة على الصعيد الصحي يا برج الدلو عندك أيضا طاقة أرضية ملكة الأرض ملكة الخماسيات وأيضا طاقة نارية ثمان الأخصان اجتماع يعني شوف بالنسبة لي بالعكس مفيد جدا وإيجابي جدا أنه ما لقيت الكثير من السيوف طاقة السيوف وموجودة بكثرة عندك في القراءة وهذا بسبب أعتقد أنك مريت بمرحلة تطهير وانتهيت حاليا أنت إنسان عارف حالك واثق من نفسك متواصل مع نفسك وربك فأنت في مرحلة معرفة توقفت عن البحث عن الذات لأنه خلاص بالنسبة لي كأنما وصلت إلى شيء من تحقيق ذاتك عندك تواصل روحاني قوي وعرفت نفسك لدرجة أنه خلاص وقعت عندك كرت ملك السيوف وصلت إلى المرحلة الختامية من معرفة النفس ومن النضوج في طاقتك الهوائية أنت نضجت فالحين بعد النضوج مطلوب منك أن تسخر قدراتك وطاقتك تجاه تحقيق أمنياتك ملكة الأرض في مجال الصحة تعني لي أن أنت جدا قوي وغير عن القوة الملكة هي طاقة أنه فيها أكثر فألاحظ أنه في الفترة القادمة اهتم بنفسك زيادة دلع نفسك شكليا جسديا حتى على المستوى الفتنس أو الرياضة اهتم بنفسك لأن أي تغييرات تجريها هاي الفترة حتى وإن كان على مستوى الشكل أو الجسد راح تبين وتظهر نتائجها بسرعة قلت لك عندك سرعة في النتائج أنت يعني كأنما الآخرين إذا كانوا يحصلون على راتب شهري أنت كأنما في الحياة وبشكل عام كان راتبك الشهري موقف أو تحصل فقط على جزء صغير منه والحين راح تحصل عليه كل دفعة واحدة فكن حذر كن متزن اتزانك مهم في الفترة القادمة ولكن هذا ليس خوف عليك فأنت أيضا نفشت لا أرى أن عندك أي مشاكل جدية أو كبيرة على الصعيد الصحي أنت قوي ولكن احذر شوي من أن تكون عاطفي أو تكون شوف في فرق بين طاقة الملك والملكة الملكة ممكن بعض الأحيان تنجرف وراء أمور غير مهمة طاقتك الجسدية ضعحة فقط في الأمور التي تخدمك ومهمة جدا بالنسبة لك أنت مقبل على مرحلة تحتاج فيها كل ذرات طاقة من أجل أن تحقق احذر أن أنت ما تبدد طاقتك على أشياء غير مهمة وقت الراحة راحة ووقت العمل تكون جدا منظم وتنجز العمل على أكمل وجه في الوقت المناسب وهذا أيضا من التحديات اللي واجهها برج الدلو لأنه برج هواء يحب الحركة والتغيير كثيرا فصعب عنده أن يؤدي كل شيء على الوقت ولكن التحكم في الذات جدا مهم بالنسبة لك احذر في ماذا تضع طاقتك وأيضا احرص على شكلك شكلك جدا مهم راح يعكس نفسيتك إذا كان عندك أي رغبة في أن تخسر الوزن أو تغير من شكل جسدك عن طريق الرياضة أو هاي الأمور في هاي الفترة التغييرات راح تكون جدا إيجابية وسريعة معاك على الجانب العاطفي عندك كرت العالم كرت العالم هو بالنسبة لي كأنك انتهيت من فصل معين في حياتك فصل المتعب اللي سنتظر فيه نتائج لأنه قبل الثمانية يأتي سبع الخماسيات وقت الانتظار للنتائج انتهى هذا وقت تحقيق النتائج والانتصار بالنسبة لك كرت العالم أمرأة في المنتصف كأنها ما ختمت شيء أو نجحت في شيء أكملت فصل معين مهمة معينة ولديها الأبراج الأساسية أو الفيكس ساينت موجودين حولها الدلو العقرب الثور والأسد هاي الكرت بالعادة يعني الختام ولكن انت يعني لك شيء أكبر من الختام في هاي القراءة انت انتصرت على شيء جدا صعب ولكن الشيء الصعب مو فقط في الظروف المحيطة لك أو في الأشخاص اللي حاولوا أن يأذونك يسحبونك للوراء كما تتقدم خطوة للأمام حاولون يسحبونك خطوتين وراء انتصارك مو فقط على هاي الأصعدة وهاي الأشخاص انت انتصرت على نفسك احتمال انك في السابق كنت دائما تشكك في نفسك عندك مخاوف هل سأنجح هل سأصل هل هل أستطيع أصلا أن أنجح كان دائما فيه مثل الصوت اللي يسحبك أيضا إلى الأسفل انت انتهيت منه وإن كان على المستوى العلاقة أو العاطفة انت انتهيت من هاي العلاقة انتهيت من الأشخاص اللي لا يفيدونك اللي لا يضيفون إليك انت حين كأنما انتهيت من مرحلة التطهير خلاص مريت بالتطهير طلعت جديد عندك فصل جديد وتحت هاي الكرت عندنا ملك السيوف يعني انت مش بس طلعت من التجارب القديمة بشكل جديد أو بحلة جديدة انت طالع منها وانت في أوج أو أقوى قوتك قوتك هي الهواء السيوف انت طالع منها ملك السيوف انت ما خرجت من التجارب كفارس أو كملكة انت خرجت كملك انضج طاقة للأبراج الهوائية هي ملك السيوف انت جدا عارف حالك احس هذا الشخص أبدا يعني انتهى حتى من مرحلة الأسئلة مع نفسه خلاص وصل مرحلة يعرف شعار الدلو أنا أعرف هذا هو شعارك انت فعلا انتهيت من العلاقات السودوية احتمال علاقة معينة مع الشريك التار يخبرك انه وان كنت وان كنت ولكن ما اتوقع ان كنت غير سعيد ان هاي العلاقة انتهت على المستوى العاطفي هذه العلاقة كانت اتجهزك لمرحلة ما قبل النهائيات انت خرجت منها جاهز الحين انت مستعد عشان السعادة اللي تأتيك بعدها البداية الجديدة انت الحين مستعد لها بس كان لازم يتمر بهاي العلاقات الفاشلة او العلاقات اللي ما توصل الى مكان ما تعطيك حقك هذه انتهت الماضي مثل ما اقول لك الماضي انتهى منك فقط اللي باقي عليك ان انت انتهي من الماضي خلاص انتهينا لا ترجع الى الوراء بتفكيرك لا يصير عندك حنين للماضي ايضا في تحذير لانه مع ملك السيوف جنبه ست الاكواب دائما الحنين الى الماضي احنا دائما نتذكر الماضي افضل مما هو كان في جزء من العقل دائما يجمل الماضي عندما نتذكر شخص من الماضي دائما نتذكر اللحظات الحلوة ولكن اذا فعلا سألنا نفسنا استخدمت انطاقة العقل عندك والتحليل فعلا سألت نفسك هذا الشخص شلون كان يعملني رح تكتشف انه في جوانب انت ما ما حط يذهب عني الاعتبار في ذكرياتك وحنينك لهذا الشخص في جوانب هو كان مقصر هو كان اناني هو كان ما يعطيك حقك هو كان ما مستعد للارضباط هو كان ما يسأل رح تكتشف رح تطلع بلستة للأسباب او المشاكل اللي كان يعاني منها هذا الشخص فاحرص ان وان صار عندك حنين الى الماضي ان تذكر الوضع كما كان بالضبط لا تجمل في عقلك لا تخلي عقلك يلعب عليك لان دائما في جزء من العقل يجمل الماضي قدتلك ولكن ارى ان اكثركم عارفين هذا الكلام كله وصلت الى تصالح بشأن هذا الموضوع لان في النهاية انت الدلو انت الماستر اوف مايند طاقة التحليل والاستنتاج عندك تملكها انت طبيعتك هكذا الاخبار اللي ستتوقعها نعمل في المستقبل ايضا لدي كارت العدالة برج الميزان بالنسبة لي اذا كان في اي امور متعلقة انت احتمال انك ايضا تنتظر موافقة معينة تأتيك بعضكم ينتظرون موافقة بعضكم ينتظرون توقيع عقد او في امور ايضا متعلقة في المحكمة او في الشرطة في الجزء القانوني من الدولة رح تخرج منها ايضا انت منتصر رح تخرج منها منتصر على شخص تعاملت معاه في الماضي سواء شريك سواء تعاملت معاه في مجال البزنس الحب والانتصار رح يكون من صالحك انت لان الكرت هاي طالع فوق الشخص اللي من الماضي كرت العدالة العدالة الالهية رح تحقق لك مو بس النجاح اللي انت انطلره من زمان النصر رح يصاحب نصر على شخص من الماضي احتمال انك انفصلت وعندك ابناء او انفصلت من زواج ففي المحكمة او في الجهاز القانوني للدولة انت ايضا رح يكون عندك انتصار وان كان عندك اي شيء في المحكمة ايضا رح يكون لك انتصار رح تحصل على ما تستحق رح تخرج من الموضوع منتصر انهيته تنهي ومنتصر ايضا لديك طاقة مثل التباهي احب نفسك احب نفسك انت كائن في النهاية خالد نوعا ما لانه عندك روح لا تنسى وانت ايضا من الممتع ان ان الناس يكونون حولك الناس دائما ينظرون لك ان انت نجمة الناس يستمتعون بوجودك في محيطهم ولكن فقط انت لا تظلم نفسك لا تجعل التشاؤم او حتى اشخاص معينين من الماضي يحسسونك الذنب انت لم تخطأ انت على حق ستخرج من الموضوع منتصر وانت فعلا تستحق هاي البداية وهاي النجاح اللي اهت ان شاء الله في طريقك فعليك ان فعلا تحب نفسك يعني خلك هاي الفترة خذ من طاقة النار والتراب افضل ما يقدمون لك التراب طاقة الرخاء والاموال والنار طاقة الانتصار والفخر والاعتزاز بالنفس طاقة برج الاسد اللي موجودة هنا جدا مهم بالنسبة لك لا تكون في قوقعة بعد الان وخل الناس ترى حقيقتك وايضا رح اسحب لك كرت تبع ما يجب ان تعرفها او المفاجآت اللي يخبيها لك رينج ماستر أوف سيكرينيتي كلير فيجين ديتيز دائما اتكلم لك عن التفاصيل التفاصيل يتصار يخبرك ركز ركز في عملك ايضا ثمان الخماسيات تعكس نفس هاي الطاقة شخص يعمل والناس نيام يغلق على نفسه جميع الابواب يتخلص من جميع الاشياء اللي تشدت انتباهه وتركيزه يغلق الباب يركز على حرفته وعلى صنعته احتمال انت حاليا قاعد تبتدي مشروع جديد حرفه جديده هواية جديدة ركز فيها وتفاصيلها لان هاي التفاصيل هي اللي راح تقيدك الى الرخاء الماضي اللي انت دائما كنت تحلم فيه ولا يتشتت انتباهك لا يتشتت انتباهك بالحنين الى الماضي بالشعور بالذنب بالشعور ان انت مثلا ظلمت احد انت على حق وهذا الشيء راح يبين عندك في المستقبل ويتضح واللي تعمل عليه في الخفاء راح يظهر الى العلن مثل النجمة في النهاية الا ما تبين انت الا ما تشتهر الا ما يطلع صيتك في مجال عملك وتحصل على الاشياء اللي كنت من زمان انت استحقها ولكن الغريب في الامر انه راح تأتيك دفعة واحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة